موسيقى تحية طيبة مشاهدين الكرام اهلا بكم في خلاصة اليوم البداية من ابرز العناوين موسيقى غرقوا مدن عراقية مع اول موجة انطار ومحافظات تلجأ الى تعطيل الدوام في المدارس موسيقى السوداني يطلق مبادرة لاستقطاب الكفاءات في القطاعين الحكومي والخاصة بهدف تطوير المهارات في الدكاء الاصطناعي موسيقى بعد تصويت مجلسي ديالة وصلاح الدين على اقالة رئيسيهما القضاء الاداري يصدر امرا ولائيا باقاف اجراءات اقالة رئيسي مجلس ديالة موسيقى المجمع الفقهي العراقي يستنكر بشدة تصريحات رئيسي حزب تقدم محمد الحلبوسي ويصفها بالباطلة وغير المبررة موسيقى نبيه بري يصرح بفشل المبادرة الامريكية لوقف الحرب في لبنان والسوداني يتلقى دعوة من العاهل السعودي لعقد قمة عربية اسلامية لوقف الحرب في غزة ولبنان موسيقى اهلا بكم مرة اخرى البداية من موجة الامطار التي اشتاحت العديد من المحافظات العراقية حيث اعلنت هيئة الانواع الجوية توقعاتها لحالة التقصي في البلاد للايام المقبلة مرجحة استمرار تساقط الامطار وانخفاض درجات الحرارة جاء في بيان الهيئة ان الاجواء ستكون مطرية مصحوبة بالبرق والراعد في المحافظات الشمالية وفي صلاح الدين والديالة مع تشكل ضباب خفيف يزداد تدريجيا في محافظة الانبار مع فرصة تساقط امطار في بغداد ومدن الوسط وزخات خفيفة في المناطق الجنوبية فيما سجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا بين 23 درجة في السليمانية و32 في محافظة البصرة مع اول موجة للانطار في موسم الشتاء الحالي غرقت العديد من الاحياء والشوارع الرئيسية في مدن عراقية وظهرت مشاهد مصورة هطولة امطار غزيرة في بغداد الليلة الماضية ما ادى لغرق منازل في مناطق عدة من بينها الشعب شوفوا رأينا استراد قضنين هاي منطقة الشعب حي البساتين شوفوا هاي هنا هاي الشارع العام والتبلير شوفوا شوف كنا خائط لني هاي شوفوا هاي البار وظهر تزجيل مصور غرق شارع الضباط في منطقة الاعظمية جراء تساقط الانطار والصعوبات التي تواجه المواطنين في التنقل في سامراء تحولت بعض الطرق الى مستنقعات بعد زخات مطر غزيرة اطرت المواطنين الى مطالبة البلدية بمعالجة الامر وعدم اهمالها في ديالا اظهرت تسجيلات مصورة تضرر طريق الدولي الرابط بين بغداد والحدود الايرانية جراء سيولن تدفقت من الجانب الايراني وقال مسؤول محلي ان السيولن جاري فغمرت سبعة وديان سبعة وديان نفس الحال مشاهدين في السليمانية بإقليم كردستان حيث اشتاحت السيول مناطق عدة في المحافظة جراء تساقط الأمطار أسفرت عن عرقلة حركة السير في الشوارع في المثنى أفاد مراسلنا بمصرع أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال من عائلة واحدة في نهر القادسية وأظهرت مشاهد متداولة قيام شرطة النجدة النهرية في المثنى بانتشال جثث الغرق ليتم تسليمهم إلى ذويهم بعد التعرف على جثثهم من جانبه باشر مركز وإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية بخطة إغاثة لمتضرري السيول والأمطار عبر حجز جهود التشكيلات العسكرية والمدنية والقدرات الهندسية لتقديم المساعدة والعون اللازمين للأهالي وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني فقد شرعت قيادة العمليات بجملة من الإجراءات منها فتح مقرات سيطرة لقيادات العمليات وقيادات شرطة المحافظة غير المرتبطة بقيادة العمليات وتحشيد جميع الجهود والكوادر الخدمية والهندسية لغاثة القرى والممتلكات العامة والخاصة المتضررة جراء السيول وإعداد خطط سريعة للإخلاء والإنقاذ وفتح الطرق وتحديد طرق بديلة وحماية ملاجئ الأعتدى والمشاجب والمستودعات فضلا عن تحديد حركة العجلات المدنية والعسكرية في الوديان والمناطق التي تشهد سيولا شديدة وعالية رئيس جهاز الأمن الوطني من جانبه وجه جميع التشكيلات بالتحرك الفوري لإغاثة المتضررين من السيول وذكر بيان للجهاز أن التوجيهات الجديدة تم تعميمها على جميع المفارس في عموم المحافظات لمواجهة خطر الفيضانات وتكثيف التنسيق مع الجهاز الخدمية واستنفار القدرات الهندسية لازمة لتقديم الدعم الكامل للأهالي بأقصى سرعة ممكنة في إجراء لمواجهة خطر السيول والفيضانات لجأت الحكومات المحلية في عدة محافظات إلى تعطيل الدوام في المدارس الابتدائية والثانوية بعد موجة الأمطار التي اشتاحت أجزاء من العراق فيما استنفرت قيادة العمليات المشتركة لإغاثة متضرر السيول والأمطار في المحافظات التي واجهت كميات أمطار غزيرة فيد هوك أطلقت المحافظة حملة بالتعاون مع الدوائر الخدمية لتشكيل فريق طوارئ لمواجهة المخاطر الناجمة عن غزارة الأمطار المتساقطة وتجنب الفيضانات والسيول كما حصل في العام الماضي المزيد مشاهدين في تقرير خالد جاسم أطلقت دائرة البلدية بالتعاون مع الدوائر الخدمية الأخرى في دهوك حملة تنظيف تشمل مناطق عدة تحسبا لموجة الأمطار الغزيرة واستعدادا لأي طار تم استعداد رئاسة البلدية لموسم طول الأمطار وتذلك حدوث أي فيضانات داخل مركز المدينة تم تنظيف نهر رشكرو بطول 5 كم واليوم بدأنا بحملة توسيع نهر رشكرو حدوث 15 متر لتفادي الفيضانات كذلك قمنا بتنظيف فرهات المنهولات داخل دهوك تم تعريض البيوت الواقع على نهر رشكرو كان عدد 150 بيت وتم انتشال الأنقاض أو نظاف الأنقاض الذي كان على النهر مواطنون عبروا عن خشتهم من حدوث فيضانات كتلك التي شهدتها دهوك العام الماضي مطالبين بوضع خطط استباقية للسيطرة على مياه الأمطار نحن أهالي منطقة بروشكي في دهوك في الشتاء الماضي ارتفع منسوب النهر المجاور لمحلاتنا التجارية والمنازل ووصل إلى مترين تقريبا خسرنا الكثير لكن الحكومة في الاقليم عوضتنا نطالب بالتنظيف المستمر للنهر لكي لا ترتفع في هذا الموصل وتشهد محافظة دهوك أمطارا غزيرة مستمرة ومن المتوقع أن تتشكل السيول بحسب الأرصاد الجوية أمر دفع الجهات المعنية إلى التحرك سريعا لتجنب حدوث الفيضانات إجراءات احترازية وأخرى تحذر المواطنين الاقتراب من الأماكن الجبلية وبلدية دهوك تنهي كافة الاستعدادات لبدء فصل الشتاء لقناة دجلة خالد جاسم دهوك أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية عن نسب الأمطار التي هطلت على البلاد خلال الاثنة عشرة ساعة الماضية حيث سجلت محافظة كاركوك أعلى النسب بواقع 22.8 مليمترات وجاء في تقرير الهيئة أن بغداد جاء ثانية بنسبة بلغت 21 مليمتر أفاد الخبير في مجال المياه الدكتور نجم عبد طارش بأن ضعف منظومات السدود والموارد المائية تخفض من فرص العراق لسيثمار مياه الأمطار والسيول وأشار طارش إلى أن السدود غير قادرة على استيعاب كميات الأمطار الهاطلة والسيول القادمة من خارج الحدود لافتا إلى أن خروج سد مندلي وسدود صغيرة في ميسان عن الخدمة حال دون تخزين ويعادة توجيه المياه صوب بحيرات تجميع مياه الأمطار وباتجاه الأهوار وضف الخبير بأن الفيضانات التي جاءت على عدة مناطق في العراق كان يمكن أن توفر للبلاد ملايين الأمطار المكعبة لتكون رافدا لنهري دجلة والفرات وتزيد من مستوى المياه في الأهوار وتخزينها في المياه الجوفية في العاصمة بغداد أودت ساقة كهربائية بحياة شاب في منطقة العبيدي جراء تجمع مياه الأمطار في الطرق الرئيسية والفرعية وطلب وجهاء وشيوخ وعشائر الحكومة بإنقاذ حياة عائلاتهم التي تواجه خطر الموت نتيجة تدهور الخدمات التفاصيل مشاهدين مع حيدر حميد ما أن تتشكل الحكومات في العراق حتى تبدأ بالإعلان عن برامجها الخدمية التي تسعى من خلالها إلى تطوير واقع البنية التحتية للمناطق في مختلف البلهد لكن هذه البرامج سرعان ما تفشل عند دخول فصل الشتاء أو الصيف بالرغم من تخصيص المليارات لها فحسين رعد الشاب العشريني الذي يعمل كاسبا لقي مصرعه بصعقة كهربائية بعد تقدس مياه الأمطار في الطرق الرئيسة والفرعية بمنطقة العبيدي شيوخ ووجهاء العشائر وبعد حادث وفاة الشاب حسين رعد دعوا الحكومة إلى التدخل لإنقاذ عوائلهم من هذه المخاطر التي باتت تواجههم في حياتهم اليومية فضلا عن تقديم الخدمات لهم نحن نطالب وزارة الكهرباء وزارة البلدية أمانة مقداد تقومنا بالدوريات صيانة تبديل المنظومة كافة من السبعينات كافة كافة وهملها المجاري المجاري صالها سنين كلها نتفحها بالمقابل نجا نحسب هذه الأمور لا يوجد خدمات لا يوجد مقابل لا يوجد مقابل لا يوجد شيء ملموس على واقع الأحال وشهدت العاصمة بغداد ومعظم المحافظات هطول عنطار كبيرة أدت إلى حدوث فياضانات في الشوارع الرئيسة والفرحية كما دخلت هذه المياه إلى بعض دور المواطنين ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتوفى فيها أحد المواطنين بصعقة كهربائية بسبب سوء الخدمات التي صرف عليها المليارات من بغداد حيدر حميد قناة دجلة إلى ملف التلوث ومع تصاعد سحب غازي ثانيوكسيد الكبريت وتزايد نسب التلوث في الهواء تسعى وزارة البيئة للحد من هذا التلوث المزيد في تقرير مراسلنا أمير الخفاجي مع تصاعد سحب غازي ثانيوكسيد الكبريت وتزايد نسب التلوث في الهواء تسعى وزارة البيئة إلى الحد من هذه الظواهر سيما وإنها باتت تؤرق حياة البغداديين في فترات المساء وأولى ساعات الصباح في وقتنا أرجعت الجهات الحكومية أسباب ذلك إلى مخالفات الطمر الصحي ومعامل الطابوق والأسفلت فضلا عن الكثافة السكانية والحركة العمرانية مع تهالك البناء التحتية هدفنا الحقيقي هو تقليل أحمال التلوث هدفنا الحقيقي هو الحفاظ على حياة وصحة الناس بغداد مدينة مكتظة مثل ما أسلفت بأنه عدد كبير من السكان فيها بنية التحتية حقيقة تحتاج إلى تحديث المشاريع التي تقام حاليا سواء مشاريع الإسكان والتطوير وفك الاختناقات تتطلب المزيد من المواد الأولية والطابوق أساسي في صناعتها نحن لسنا ضد هذه الصناعات ولسنا ضد القطاع الخاص بل نحن مع القطاع الخاص القادر والمتمكن لكن مع أدخال تقنيات حديثة تراعي المحددات البيئية مختصون في الشأن البيئي اتهموا مقالع الطمر التي وصفوها بغير الصحية في أسباب تلوث 70% من الهواء في العاصمة فضلنا عن الطرق البدائية المستخدمة في المعابل والمصانع هناك طمر غير صحي يسبب تقريبا 70% من الانبعاثات تحمل إلى محافظة بغداد كون أنه عملية الطمر هناك فكرة لنصب معمل تدوير النفايات وهو الذي سيكون الفيصل في القضاء على الانبعاثات الناتجة نعم هناك محامل مؤكسة وهناك محطات التوليد كاربائية التي تعمل المفروض بالغاز لكن بعد نفاذ موضوع الصيانة حولت جميعا على مادة النفط الأسود وهي أيضا لم تكن مصممة أساسا لعمل بالنفط الأسود وهي التي كانت هي نقطة التحول لطرح هذه المادة الثقيلة في سماء بغداد إذن تعددت المسببات والتلوث بدأ يأخذ من حنيات خطيرتان في وقتنا لا تزال الحلول والمعالجات بعيدتان عن المستويات المطلوبة أمر تسبب بتصدر العاصمة مؤشرات التلوث على الصعود العربية والعالمية وفي الوقت الذي تشهد العاصمة بغداد تراجعا في المجال البيئي تسعى وزارة البيئة من خلال مؤتمرات وندوات موسعة لإيجاد حلول ناجعة للحد من ظاهرة تلوث الهواء من أمام وزارة البيئة في بغداد أمير خفاجي قناة تجلى تعاني مناطق عدة في محافظة بابل من انتشار النفايات وتجاوزها على المساحات الخضراء والطرقات الأمر الذي ينعكس سلبا على حياة المواطنين بسبب انتشار روائح الكريهة والقوارض المزيد من التفاصيل مشاهدين في سياق تقرير عمار الطائي تحاصر النفايات منازل المواطنين وسط الحلة والأمر الأكثر إثارة للقلق هو تحول العديد من المساحات الخضراء إلى مكبات للنفايات مما يزيد من سوء الوضع البيئي في المدينة التجول في شوارع وأحياء مدينة الحلة يظهر أتلال النفايات المنتشرة بصورة كبيرة ما جعلها بيئة صالحة للقوارض والحشرات بالإضافة إلى الروائح الكريهة ويحدث هذا كله بسبب غيابي الرادع القانوني ماكو بيئة قريب أو بعيد عن المبزل هذا إذا ما بيه قوارض أنا بيأتي بعد حوالي 300 متر عن هذا المبزل بيأتي تلقى به قوارض ماكو بلدية طب هسا عشارة كل شارع تلقالك تعسيش يجب بعد حتى مني طب السيارة توازيها ماكو يش حمي أولله عمي تعبانة كل يش تعبانة أستاذ كل يش تعبانة يعني شن النفايات قامت طبونا للبيئة يعني الوضعية كل يش تعبانة أنا شوف الشارع إحناك محفر بالمكاتب إحناك جاوة لو طبوا شوف تراب الوطن حملنا همومة وأسئلة المواطنين إلى بلدية الحلة حول تحول المساحات الخضراء إلى مكبات للنفايات فضلا عن انتشار الأوساخ في الشوارع والأحياء السكنية فكانت الإجابة على النحو الآتي إحنا عادة الساحات نحولها إلى خضراء من أجل الحفاظ عليها والحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء لكن للأسف الشديد نجد أغلى مواطنين يتجاوزون حتى على هذه المساحات الخضراء إحنا حالياً الساحات نسبة تحويلها إلى خضراء وصلت تقريباً 65% من مجمل الساحات الخضراء ونأمل من خلال مشروع الماء الخام الجديد اللي راح ينفتح قريباً راح يكون نسبة تحويل المساحات إلى خضراء 98% إن شاء الله تبقى أزمة النفايات في مدينة الحلة مشكلة ملحة تتطلب تعاوناً من الجهات الحكومية والمجتمع فاستعادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة في المدينة ليس بالأمر المستحيل لقناة دجلع مارطاي بابل في وسط تعاني المحافظة من تدهور القطاع الصحي ونقص المستشفيات يأمل المواطنون أن يسهم إنجاز المستشفى التركي بإنعاش القطاع الذي لم يشهد إنشاء مشفى جديد منذ ثمانينيات القرن الماضي محمد الإمار معه التفاصيل أكثر ما تعانيه محافظة واسط حالها كحال المحافظات الأخرى هو تهالك وقدم المستشفيات فآخر مستشفى تم بناؤها في ثمانينيات القرن الماضي مما أنتج حاجة فعلية لإكمال المستشفى التركي الذي توقف العمل به لأكثر من عشر سنوات دائرة الصحة تؤكد أن زيارة رئيس الوزراء الأخيرة قد أسهمت بإسراء وطيرة العمل وتحديد موعد الإفتتاح طنعاني من تهالك المستشفيات الحكومية يعني أحدث المستشفيات اللي انبنت عندنا هي من الثمانينات الحد الآن ما عندنا مستشفى حكومة البناء نحن استبشرنا خير بالمستشفى التركي لكن العمل جدا بطيء ومتلكئ يعني حتى بزيارة السوداني إلى محافظة واسط قالهم أنا رأيتها أقل من سنة يعني ترى يكملوها أقل من سنة لو لا كان لدي سيد رئيس الوزراء زيارة إلى بعض المؤسسات الصحية ومنها المستشفى التركي المستشفى المتلك منذ سنوات حيث أوعز سيد رئيس الوزراء بتسريع وطيرة العمل وتحديد فترة زمنية محددة لإكمال الإنجاز وهو موعد منتصف العام المقبل ولما يمثل من أهمية بالغة وحاجة مليحة يتطلع الأهالي اليوم لافتتاحه مثنين على إدراجه ضمن جدول زيارة رئيس الوزراء الذي وجه بإكماله خلال منتصف العام المقبل إذ وصلت نسب الإنجاز فيه لمراحل متقدمة طبعا هذا المستشفى له أهمية كبيرة بالنسبة لأهالي محافظة واسط والمناطق المجاورة بما أنه 400 سرير بالتأكيد يعني التأكيد على التنفيذ والسرعة بإنجازه سينعكس إيجابا على الواقع الصحي في محافظة واسط سيما وأن المحافظة تفتقر إلى مستشفيات كبيرة بعد توجيهات رئيس المجلس الوزراء وزير الصحة بضرورة إكمال هذا المنشئ الحيوي في واسط حيث بدأت المباشرة بحوالي 22-06-2022 ونهاية 2025 مدة العقد حيث أنه نسبة الإنجاز بلغت إلى نسب متقدمة حيث أن نسبة الإنجاز إن شاء الله ستكون نهاية 2025 استيناف العمل وزيادة سعته إلى 600 سرير خطوة مهمة قد تسهم بالارتقاء بالواقع الصحي في المحافظة بحسب ما يرى مراقبون واقع صحي يحتاج النهوض بواقع بناه التحتية لما يشهد من نقص في المستشفيات والأنظار تتجه نحو المستشفى التركي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها المحافظة من محافظة واسط محمد الإمارة دجلة السوداني يطلق مبادرة لاستقطاب الكفاءات في القطاعين الحكومي والخاصة بهدف تطوير المهارات في الذكاء الاصطناعي إلى الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي حيث وافق السوداني على إطلاق مبادرة لاستقطاب الكفاءات في القطاعين الحكومي والخاصة لتطوير مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي بإشراف خبراء دوليين جاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من المشروع ستتضمن تدريب مئة قائد رقمي وإطلاعهم على أحدث التجارب في هذا المجال بهدف صناعة السياسات وتنفيذها لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن وأكد السوداني على ضرورة استثمار القدرات والإمكانيات في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز موقع العراق تكنولوجيا وأعز رئيس الوزراء بتوفير شاشة ذكية موصولة بالشبكة العنكبوتية في كل مدرسة وإدخال مواضيع الذكاء الاصطناعي في المنهاج الدراسي ضمن مناهج وزارة التربية في العام الدراسي المقبل في شأن آخر بحث رئيس الوزراء محمد شاع السوداني مع رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد أهمية تكامل العمل بين السلطات الدستورية لا سيما بعد استكمال انتخاب رئيس للبرلمان وجاء في بيان المكتب الإعلامي للسوداني أن الجانبين بحث أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية ومواقف العراق المبدئية منها وما تشهده المنطقة من تصعيد خطير لاستمرار العدوان الإسرائيلي بارتكاب جرائمه في غزة ولبنان إلى ملف الصراعات السياسية للسيطرة على مجالس المحافظات فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ إقالة عمر الكروي من منصب رئيس مجلس محافظة ديالة وإعادته لمزاولة مهامه وجاء القرار بعد رفع دعوة قضائية تتعلق بشرعية قرار إقالة الكروي من قبل أعضاء المجلس وقررت المحكمة تعليق تنفيذ قرارين حتى البت في القضية بشكل نهائي وكان مجلس محافظة ديالة قد صوت الأسبوع الماضي على إقالة رئيسي عمر الكروي عقب جلسة استجواب طارئة وأكد أعضاء المجلس أن الأسباب تراوحت بين التقصير والتخبط الإداري بعد شهرين من تسنمه المنصب في أب أغسطس الماضي في حينها استنكر الكروي تصويت المجلس على إقالته من منصبه واصف نياه بغير القانوني وخلال الأسبوع الماضي أيضا صوت مجلس صلاح الدين على إعفاء رئيس المجلس عادل عبدالسلام الصميدعي من منصبه قرار واجهه الصميدعي بالرفض واعتبره إجراء غير قانوني وغير مستوف للشروط اللازمة وهدد باللجوء إلى القضاء في شأن سياسي آخر بحث رئيس الجمهورية والبرلمان أهمية التعاون بين السلطتين في إنجاز العمل بما يسهم في تعزيز كافة الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية وقال رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد إن التواصل بين السلطات يعزز آليات العمل وأكد رشيد والمشهداني على أهمية تقديم القوانين وتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن واستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني وبرك القاضي فائق زيدان لرئيس البرلمان محمود المشهداني تسنمه المنصب الجديد وبحث معه سبل التعاون بين السلطتين القضايا وتشريعية بما يحقق المصلحة العامة إلى ملف تزايد حالات الانتحار في صفوف الشباب في محافظات جنوبية حيث كشفت مصادر محلية عن ارتفاع أعداد حالات الانتحار في محافظة المثنة إلى أكثر من أربعين حالة منذ مطلع العام الحالي قالت المصادر أن غالبية حالات الانتحار المسجلة كانت لشباب في مناطق بشمالي مدينة السماوة مع شكوك بانتمائهم إلى جماعة دينية تدعى القربان مضيفا أن الزيادة حالات الانتحار كان بسبب ظهور جماعة القربان الدينية المنحرفة والتي تدعو الشباب للانتحار بحسب عقيدتها وفي خطوة للسيطرة على هذه الجماعة شنت القوات الأمنية حملة واسعة ضد منتسبي الجماعة في المحافظات الجنوبية واعتقلت العشرات منهم وكانت جهاز الأمن الوطني قد أعلن عن القاء القبض على عشرين متهما بالانتماء للحركة بينهم ما يسمى بالعارف وهي تسمية تطلق على منظري الحركة واعتقال سبعة وعشرين آخرين في محافظات ذيقار وواسط وميسان وحيلوا جميعا إلى الجهات المختصة انتشار المخدرات وأفكار الحركات المتطرفة في محافظة المثنى دفع جهات حكومية ودينية ومدنية للتحرك لمواجهاتها والتوعية بمخاطرها التفاصيل في سياق تقرير حسين الخزعلي تشهد محافظة المثنى تصاعدا في التحديات المجتمعية مع ارتفاع معدلات الانتحار وانتشار حركات متطرفة باتت تستقطب الشباب إضافة إلى تنامي ظاهرة التعاطي المخدرات ظواهر خطيرة يراها مختصون بحاجة إلى استجابة سريعة وشاملة من المجتمع والجهات الأمنية للتصدي لتداعياتها والمحافظة على تماسك المجتمع وأمن أفراده العمل اللي عملنا عليه مع جامعة المثنى والجهات الأمنية كافة استخبارات الأمن الوطني قيادة الشرطة الشرطة المجتمعية بأن تكون متكاتفة لغرض بث هذا الفكر شون عالج هذا الفكر رح نبدأ إن شاء الله وي الجامعة المثنى رح ندخل بيها كمحاضرات توعوية وكذلك مع تربية المثنى بحيث نطبع المدارس كلنا نحن كمجموعة وحدة ضمن برنامج مجموعة وفي ظل هذه التحديات جاء دور رجال الدين الذين أكدوا على أهمية التوعية الدينية الصحيحة لنشر مبادئ الإسلام والتسامح لمواجهة الأفكار المتطرفة التي باتت تتعرض مع تعاليم الدين الإسلامي الساعر قد يسعل ويقول هل في المحافظة من انتحر؟ لا لحد الآن لم ينتحر أحد لكن هل في المحافظة وناس ينتمون إلى هذه الحركة ويثقفون نعم أكوه؟ وهنا مواج بآن لأن هذا المغرض هذا الذي يعمل لجهة ما بأموال أو بغيرها هذا واعي لما يفعل هو مجند لهذه القضية هنا يأتي دور الحكومة دور قوى الأمن الداخلي هذا واجب أن تتعامل بحزم وأن لا تتهاون فيما تؤكد حكومة المثنى المحلية تنفيذها ثلاثين مشروعاً لمكافحة التطرف والمقدرات كخطوة عملية لمواجهة هذه التحديات بدعم من جهات دولية تستهدف مواجهة التطرف والمقدرات وتعزيز الاستقرار المجتمعي الأسباب الرئيسية يعني اللي جاي نواجهها هو يعني خطر المخدرات اليوم التنسيق بيننا وبين أمان العامة المجلسي والزراء ومنظمات المجتمع المدني وكذلك منظمات الدولية المهتمة بهذه المواضيع يعني اليوم احنا متبنين عدة مشاريع بحدود 30 مشروع في هذا الاتجاه التنسيق عالي اجتماعات موجودة مقربات موجودة وماضين في هذا الاتجاه ويأمل أهالي المثنى أن تحقق هذه المشاريع الأثر المرجون في نشر قيم التسامح وتعزيز الوعي المجتمعي بما يسهم في حماية النسيج الاجتماعي وضمان مستقبل أفضل للشباب والأجهل القادمة وتسعى محافظة المثنى من خلال هذه المشاريع التوعوية إلى بناء مجتمع آمن ومتماسك من أجل مواجهة تحديات التطرف والمقدرات من السماوة حسين الخزعلي قناة تجد الفضائية في سياق أمني منفصل عقد تلجيات الأمنية في محافظة ميسان مع الشيوخ العشائر مؤتمرا أمنيا لمعالجة الثغرات الأمنية التي تواجه المحافظة إثر نزاعات العشائرية وحالات الابتزاز التي انتشرت مؤخرا تفاصيل أوفى مشاهدين مع حسين الخزعلي ما زال الملف الأمني يتصدر قائمة تحديات الحكومة المحلية وعلى خلفية سلسلة من الحوادث الأمنية التي حملت طابعا عشائريا عقد مؤتمر أمني بحضور عدد من شيوخ العشائر والمسؤولين الأمنيين في مبنى مجلس المحافظة المشكلة الكبيرة المعروفة في محافظة ميسان هي المشاجرات العشائرية المشاجرات العشائرية هناك مشاجرات مضى عليها أكثر من عشرون عام لم تحل بالتالي هذه سبب إرباك في الوضع الأمني أضافتني إلى القضية الأخرى هي قضية الابتزاز نحن عندنا بعض الشركات نسير هنا وهناك ابتزاز هذه كلها مشاكل نحن نريد محافظة مستقرة أمنيا بالتالي لا بد إيجاد الحلول نحن نحتاج إلى مادة قانونية لما نستدعي مديري الشؤون عشر ميسان أنه تستدعي الطرفين ما عدها مادة قانونية التي تودع عليها مثلا أنه هو استدعاء بالاستدعاء بعضها ما تجي نحن نريد مادة قانونية تلزمنا الطرفين على الحضور للجنة لحل النزاعات فيما بينهم وفي ظل هذه الأوضاع التي أثارت قلقا لدى الأهالي يتوقع مراقبون أن يصدر المؤتمر بقرارات أمنية جديدة تهدف إلى الحد من المشاكل العشائرية وذلك عبر إجراءات قانونية تسهم في ضبط الخلافات ضمن الأطر القانونية كل شيء يحتاج إلى حماية رجل العشيرة المصلح يحتاج إلى حماية رجل القانون يحتاج إلى حماية ترى وين صارت عندنا أمور اختيالات وما؟ ليش؟ لأنه من نطق كلمة الحق قد يكون مستهدف مسؤولية عليهم من مسؤولية على العشيرة لا مسؤولية على الجهات الأربعة علاجها يجب أن يكون هناك لدينا وعي لدى الجماهير التعاون مع القوات الأمنية الأخبار على المسيئين الأخبار على الخارجين عن القانون كذلك احترام رؤساء العشائر وبينما تتواصل الجهود والنقاشات بين الأطراف المختلفة تتجه الأنظار نحو القرارات والتوصيات التي قد تصدر عن هذا اللقاء أملا في إيجاد حلول ملموسة ويسعى القائمون على المؤتمر الوقوف على تحديات الملف الأمني في محاولة لإيجاد حلول فعالة تهدف إلى تعزيز الأمني ومعالجة النزاعات العشائرية المسلحة من ميسان حيدر الساعدي قناة الدجلة قال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال زيارته محافظة ذيقار أن الاستقرار الأمني في المحافظة سيساهم في التنمية وخلق فرص للعمل مؤكدا خلال مؤتمر صحفيا مذكرات القبض التي نفذتها القوات الأمنية لا تستهدف جهة بعينها الاستقرار الأمني سيكون إلى متبعات وجلب الاستثمارات المحافظة وتوفير فرص العمل وكذلك التنمية الاقتصادية لهذه المحافظة التي عانت طويلة في هذه المرحلة كهناك تنفيذ لقرارات السادة القضاة وتنفيذ المذكرات القبض وقسم من عدد كبير من هذه المذكرات يخص عدد جرائم القتل وجرائم السرقة والاحتيال وغيرها بمختلف المواد القضائية قيادة الشرطة لا تستهدف أي شخص ولا تستهدف أي مكون ولا تستهدف أي جهة قيادة الشرطة هي واجبها تنفذ قرارات المحاكم وتنفذ أوامر القبض وهذه الأوامر نفذت وفق مذكرات قانونية وكذلك نفذت بطريقة قانونية خلال المرحلة الماضية في النجف أوقعت القوات الأمنية في المحافظة بمبتزن سوما مواطنين على مبالغ مالية بعد انتحاله صفة مسؤولا في رئاسة الجمهورية وطلب المواطنون الجهات الأمنية والقضائية بملاحقة هؤلاء المبتزين للحد من هذه الظاهرة التفاصيل مع كرار العساف في واحدة من العمليات النوعية التي استندت على إخبار من قبل مواطن تمكنت الجهات الرقابية في المحافظة من القاء القبض على أحد المبتزين متلبسا بجريمته قامت هيئة النزاهة بعمل بطولي وجهود جبارة بمساعدة القضاء وتم نصب كمين وتم القاء القبض على الشخص المعني بالجرم المشهود ناشطون صدموا عند قراءة الخبر وذلك لأنه واحد من أهم القامات العلمية في المحافظة وتسنم في وقت سابق مناصب عدة لذا فهم يطالبون بالكشف عن الآخرين ومحاسبتهم المفروض من القانون يتفعل أنه بدرجة أفضل وتكون رقابة أكثر على هيتشيناس لأنه هذا شخص مأمن يبتز على منصب واحد بنصف مليون دولار فهذا واصل مرحلة اللي احنا اليوم قاعد خلينا نصدم أنه أشخاص اللي قاعد يشتغلون على قضايا الإبتزاز هم أشخاص أدهم مكانة علمية كبيرة لاستكمال التحقيقات الجارية مددت موقوفيته من قبل قاضي النجفي للتأكد من التسجيلات الصوتية وما جمع ضده من الأدلة والقراءن خلال الأيام التي شهدت عملية الاستدراج الآن ورد نتصال من المحكمة بأنه تم تمديد للموقوف لإجراء التحقيقات اللازمة وأعتقد القضية ماشى بشكل أصولي والأدلة واضحة وصريحة بعد أن وضع خلف القضبان يطالبون جفيون بملاحقة المبتزين ومنتحلية الصفات الرسمية لينالوا جزاءهم العادل والقضائي على ظاهرة الابتزاز التي انتشرت في الآونة الأخيرة من النجف كرار العساف قناة دجلة الفضائية وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج إلى دولة الكويت للمشاركة في مؤتمر تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وبحسب بيان حكومي فإن المؤتمر سيعقد في الكويت من أجل التباحث والتشاور في القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبناء آليات مرينة لتأمين الحدود وصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة يونامي محمد الحسان إلى محافظة النجف ومن المتوقع يلتق المبعوث الأممي المرجع الديني لعلى السيد علي السستاني لبحث عدة ملفاته المجمع الفقهي العراقي يستنكر بشدة تصريحات رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ويصفها بالباطلة وغير المبررة استنكر المجمع الفقهي العراقي بشدة تصريحات رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وحاول من خلالها توجيه اتهامات باطلة وغير مبررة بحق المجمع وقال بيان المجمع أن المجمع الفقهي يعمل على تعزيز الوسطية والاعتدال وخدمة قضايا أهل السنة في العراق والحفاظ على استقرار المجتمع ووحدته وضاف البيان أن أي محاولات لتشويه سمعة المجمع والتشريك في دوره الوطني لن تؤثر في رسالته بل تزيده إصراراً على مواصلة مسيرته لخدمة الدين والوطن وجاء في بيان المجمع أن أي محاولات لتشويه سمعة المجمع أو التشريك في دوره الوطني لن تؤثر في رسالته بل ستزيده إصراراً على مواصلة مسيرته لخدمة الدين والوطن وأنه مؤسسة علمية ومرجعية دينية تعنى بترسيخ القيم الإسلامية النبيلة وتعمل وفق مبدأ العدل والإنصاف وتقف على مسافة واحدة من جميع أبناء الوطن بعيداً عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة ودع المجمع في بيانه الحلبوسي إلى مراجعة تصريحاته والتحلي بالمسؤولية التي تلزم أي شخص في موقع قيادي باحترام المؤسسات الدينية والعلمية وعدم زجها في الصراعات السياسية التي لا تخدم الوطن ولا المواطنين وقال بيان المجمع أيضاً أن الحلبوسي ارتكب إساءة كبيرة في تصريحاته بحق المجمع وأكد البيان على استقلاليته وتمتعه بغطاء قانوني مشيراً إلى أنه يضم في عضويته مكونات من العربي والكردي والتركومان وضف البيان أن المجمع دعية من قبل مجلس النواب للتشاور في مشارع بعض القوانين والتي من ضمنها قانون الأحوال الشخصية مضيفاً أن رأيه يتوافق مع اعتماد المدونة السنية للأحوال الشخصية في حال اعتماد المدونة الجعفرية لتحقيق التوازن في بناء الأسرة العراقية نبيه بر يصرح بفشل المبادرة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان والسوداني يتلقى دعوة من العاهل السعودي لعقد قمة عربية إسلامية لوقف الحرب في غزة ولبنان إلى الشأن اللبناني اذ صرح رئيس البرلمان نبيه بري بفشل المبادرة الأمريكية الأخيرة لوقف إطلاق نار في البلاد مشيراً إلى أن الحركة السياسية لحل الأزمة تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية وقال بري لصحيفة الشرق الأوسط إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين تنياهو رفض خريطة الطريق اللبنانية التي تم التوافق عليها مع المبعوث الأمريكي أيمس هوكشتاين الذي لم يتواصل معه منذ أن غادرت الأبيب في إشارة إلى انعدام الإيجابية في محادثاته في إسرائيل في سياق ذاته كشفت تقارير غربية عن نية إسرائيل تنفيذ الهجوم البري على لبنان بعد ساعات من إعلان فشل المبادرة الأمريكية الخاصة بوقف إطلاق النار مسؤولون إسرائيليون قالوا أن الجيش الإسرائيلي بدأ يأخذ تدابير لازمة لتنفيذ الهجوم البري على جنوب لبنان وأشاروا إلى أن عملية الإنزال التي شهدتها مدينة البترون الساحلية كانت بمثابة تجربة ميدانية للغزو المحتل خلال الساعات أو الأيام المقبلة وتلقى رئيس الوزراء محمد شاع السوداني دعوة رسمية من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في قمة عربية إسلامية بشأن تطورات الأوضاع في غزة ولبنان وذكر المركز الإعلامي لرئيس الوزراء أن سفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري سلمت دعوة إلى السوداني وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات وتنسيق المواقف ومواجهات التحديات بما يحقق المنفعة للشعبين العراقي والسعودي على الصعيد الميداني أعلن حزب الله عن تنفيذه هجوما بمسيرات انقضاضية استدفى قاعدة الياكيم التي تحتوي معسكرات تدريبا تابع للجيش الإسرائيلي جنوبي حيفا بشيرا إلى أن المسيرات أصبت أهدافها وأظهرت مقاطع فيديو اندلاع النيران في المكان المستهدف معنا مشاهدين من لبنان عبر سكايب المحللة السياسية سيد طارق أبو زينب سيد طارق حياك الله أهلا بك معنا عبر شاشة دجلة سيد نبيه بري صرح يوم أمس بفشل المبادرة الأمريكية الأخيرة لوقف اطلاق النار في لبنان على ماذا نحن مقبلون سيد طارق نعم مساء خير السيد الكريم مساء خير كل المشاهدين قمت دجلة بالحقيقة بطبيعة الحال أن الانتخابات الأمريكية صارت على أبواب وبالتالي اليوم المبعوث الأمريكي هوكشتين يعني حاول أن يعطي بعض الحلول الأمريكية لكن نحن نعرف أنه الضغط الأمريكي الأمريكي لن يكون مناسب وخاصة أنه الكوات الاحتلال الإسرائيلية لم تتجاوب مع الطرحات الأمريكية هذا واحد اثنين بسبب يعني اليوم مثل ما نعرف أنه لأن هذه الإدارة سوف تتغير فبالتالي تصعيد سيد للموقف وبطبيعة الحال شاهدنا نحن الإنزال في الباترون وأيضا استهداف مسؤول في حزب الله قيادة في جاريلي سيمعان وأيضا بعدد من المناطق الجنوبية واللبنانية بالتالي اليوم بطبيعة الحالة يعني ما نشوفه من مشهد من تصعيد ومن استهدافات لحزب الله ولقياضين حزب الله بالتالي يعني إسرائيل تعتمد سياسة الاختيالات وتعتمد سياسة المعلومات الموجودة اللي عندها سيد طارق إذا سمحت لي دعني أقف عند نقطة الأزمة تم ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية في حال فوز ترامب إلى أين ستتجه الحرب وفي حال فازة هاريس إلى أين ستتجه بالحقيقة أنا بأعتقد صراحة الإدارة الأمريكية يعني شو ما تغير إذا أجل حزب الديكوبراطي والحزب الجمهوري لكن الولايات المتحدة الأمريكية من المعروف يعني يعني يحكمها الدولة العامية الدولة العامية التي تدعم الكيان الصهيوني ونحن نعرف أنه البنتاجون يعني أكثر من تسعيد بالمئة هو دعم لكوات الاحتلال الإسرائيلي فبالتالي بأعتقد يعني التصعيد صيد الموقف ونحن نعرف أنه بالعكس إذا أجل ترامب بات لأن الأمور سوف تتصعد أكثر في الشرق الأوسط وفي لبنان لأنه نحن نعرف أنه الدعم للكيان أيضا الكبير هو ترامب وترامب من حوالي شهر أنه إسرائيل مساحتها صغير وسوف يعني يجب أن تكبير مساحت إسرائيل وكمان نحن نعرف أنه اعترف القدس عاصمة للكيان ونحن نعرف أنه كمان ضم أجلان وأعترف فيها للكيان الأسرائيلي بالتالي أنا برأيي يعني اللي براهن على أنه إذا أجل ترامب يعني الوضع في الشركة الأوسط سوف يهد لا نحن نعرف أنه ترامب ممكن سريع بالحروب أو سريع بأمور كثيرة أو يمكن بدء السريع نحن نعرف هو صدي بوتين ويتعطمه يعني مع الروس بطريقة بطريقة صداء وبطريقة عمل وبطريقة مصارح سياسية بأتن على إدن ترامب ممكن تؤفي أوكرانيا لكن في غزة ولبنان أكيد عدو الأسرائيل مكمل لأنه القرار هو عند الكيان وليس عند الأمريكي لأن الأمريكي بيخدم الكيان الأسرائيلي وليس بالعكس سيطرق الفشل هذه المفاوضات سيجعل إسرائيل تفكر في التوغل البري للجنوب اللبناني هذا ما نقلته عدة تقارير يوم أمس بأتهدي أنا أستاذ الكريم أن الكيان الأسرائيلي لم يدخل بريا يعني هو عم حاول يعمل منطقة يعني على غرار غزة هو الحدود اللبنانية القراءة في الحدود اللبنانية يتم تدميرها ونسفها بالتالي يعني بهذه الطريقة هو عم يعمل شريط حدودي جديد ببسط يعني الكيان الأسرائيلي أوضم ممكن على مستابع الكيان الأسرائيلي هذه الكرة والبلدات الحدودية التي تم تسويتها بالأرض وبالتالي عم نشوف نحن عم يعمل يعمل خرق بحزب الله وبعياداته وباستهدافه منذ يدخل بريا ويتكبد بصراحة خسائر فإذا بدنا نشوفه عسكريا أمنيا أنه اليوم الكيان الأسرائيلي عم يختال قيادين كبار نحن نعرف أنه كان يعني خرق من القيادات حزب الله وكيف يختال في الجولة في جولات من باجر للأسلكيلة قيادة حزب الله وله ومازال فبالتالي فهذه الاختيالات التي حم حقاها الكيان أنا برأيي يعني ما عم يخسر يعني جلود ولا عسكر فبالتالي إذا يفوت على لبنان برين أكيد لا حيخسر فأوه أنا برأيي على الإنتظار سيد البوقف عامل مشاغلة في الحدود لكن لن يدخل إلى الحدود كاملة بده يعمل منطقة عازلة ويضم كاحتلال له لهذا الكيان لكنه نعم وللأسف يعني حزب الله مخروع إلى العظم وإلى النخة لأنه اليوم هذه القيادة كيف عم يعرفها الكيانة الإسرائيلي أكيد حزب الله مخروع أمياً وبالتالي مخابرتي فبالتالي يتم استهداف يومياً قيادياً من حزب الله من لبنان كنت معي براسكايب المحلل السياسي سيد طارق أبو زينب شكراً جزيلاً لحضورك وشكراً على كل هذه التفاصيل مشاهدين قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين غرقوا مدن عراقية مع أول موجة أنطار ومحافظات تلجأ إلى تعطيل الدوام في المدارس السوداني يطلق مبادرة لاستقطاب الكفاءات في القطاعين الحكومي والخاصة بهدف تطوير المهارات في الدكاء الاصطناعي بعد تصويت مجلسي ديالة وصلاح الدين على إقالة رئيسيهما القضاء الإداري يصدر أمراً ولائياً بإقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس ديالة المجمع الفقهي العراقي يستنكر بشدة تصريحات رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ويصفها بالباطلة وغير المبررة نبيه بري يصرح بفشل المبادرة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان والسودان يتلقى دعوة من العاهل السعودي لعقد قمة عربية إسلامية لوقف الحرب في غزة ولبنان شكراً لكم على كرم المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة